لو انت عندك مطجر إلكتروني وعاوز تضيف كل طرق الدفع بالفيزا ومعاك امريكان اكس بريس وكمان حوالة مصرفية وشيكات والدفع نقضا عند الاستلام او حتى كمان تضيف اهم وسيلة الدفع معاك على البيبال وما تلاقش لو عندك انت مطجر على الورد بريس فانا عملت لك كود ليك خاص هتلاقي موجود في الرابط بتاعه اللي موجود في الوصف او التعليقات ادخل على القود ده وهيضيف لك طرية الدفع على البيبال بس كل اللي عليك بس بتشيل لي الروبط ال اي دي وتحط ال اي دي بتاع البيبال بتاعك يلا بنا كده نضيف وسائل الدفع عندنا في المطجر بتاعنا انت لو عندك مطجر على الورد بريس هتروح عندك على كلمة اضافات وبعد كده بتضيف اضف جديد تمام وبعد كده بتنزل الاضافة اللي قدامك دي اسمها وكم ميرس الاضافة دي لازم تنزل عندك في المطجر بتاعك وهي اصلا بتنزل مع اي مطجر او اي قالب تبع المطجر ادي شكل الاضافة بتاعتنا بس علشان نفضل يعني نخلي الاعدادات بتاعتنا مصبوطة وانت هتروح الاول على الصفحة الرئيسية ومن الصفحة الرئيسية هنا بتبدأ تبلى البيانات بتاعتك عندك اضافة تفاصيل المغزن وكمان اعدادات عمليات الدفع والدرايب والتكاليف الشحن والحصول على المزيد من المبيعات وتخصيص مطجرك المهم دلوقتي انك بتسيب كل الكلام ده وبتروح عندك على الاعدادات ودي اهم حاجة عندنا في الوكميرس لو انت عاوز تكتب كل الاضافات دي والتفاصيل مفيش مشاكل اكتب عنها واكتب راحتك هتلاقي مطلوب منك العنوين وكمان مطلوب منك المدينة والدولة بتاعتك والرمز البريدي وكمان مطلوب منك عدة بيانات لازما تكون انت تكتبها وكمان العملة بتاعتك اهم حاجة انك تضيف العملة بتاعتك في مطجرك بالعملة اللي انت بتتعامل معها على حسب نسبة المبيعات بتاعتك في الدولة او انت بتستهدف دولة معينة بعملة معينة طيب دلوقتي اهم حاجة انا ضفتها خلاص اللي هي العملة انت دلوقتي عاوز تروح على طول ازاي تضيف وسيل الدفع او طرق الدفع خليك بس كده معايا انت بتروح عندك على المدفوعات بتضغط على المدفوعات دي ضغطة واحدة كده لحد ما يوجهك لصفحة طرق الدفع زي ما انت شايف كده هنا بيقولك طرق الدفع على وو كوميرس موجود عندك هنا طريقة الدفع اسمها باي وعندك هنا جوجل بلاي وعندك هنا امريكان اكس بريس وعندك ماستر كارد ومعاك كميزة ممكن تضيف طرق الدفع دي براحتك عن طريق تنصيب اي اضافة من الاضافات دي كمان ممكن تعمل الحوالة المصرفية مباشرة يعني ممكن اي حد يبعت لك عن طريق الحوالة البنكية يعني لو جيت تعمل تفعيل الحوالة البنكية بالشكل ده كده على طول هيحولك على الحوالات البنكية انت على طول بتضيف كل بيناتك هنا بس بتضغط على كلمة تفعيل الحوالة البنكية وهنا حوالة مصرفية مباشرة بتكتب هنا الوصف وبتضيف حساب بتاعك الحساب بتاعك بتضيف هنا اسم الحساب وهنا رقم الحساب بتخط رقم حسابك وهنا اسم المصرف بتاعك ورقم التحويل المصرفي والايبان وكمان رمز سوفت كود طيب دلوقتي بقى انا خلصت الحوالة المصرفية وكذلك ضفت وسائل الدفع فيزا عندك المدفوعات عن طريق الشيكات لو بيتفعلها كده هتستنى لحد ما يزعر لك العلامة دي وبتروحها لكلمة انهاء الاعدادات وبتضغط عليها ضغطة علشان يحولك على صفحة المدفوعات بالشيكات فهو هنا بيقولك هنا اراجاء ارسال شيك باسم المتجر وهنا بيبعت الشيك وهنا التعليمات بس يفضل انك ما تستخدمش الطريقة دي وياريت انك تعتطلع لانها بيحصل عليها مشاكل كتيرة عندك هنا دفع نقضا عند الاستلام يعني الزبون بتاعك يدفع لما ييجي يستلم منك المنتج يعني انت تروح على طول توديل المنتج بتاعك او هو يروح لك انك توديل المنتج بتاعه هو وبيستلم منك المنتج وبعد كده بيعطيك الفلوس دلوقتي انت لو جيت تفعل العلامة دي واتروح عندك هنا على انهاء الاعدادات بديفتح كده تبويب جديد علشان يفتح لك صفحة اعدادات هنا اتدفع نقضا عند الاستلام بعد كده بتستنى شوية وبعدين تكتب هنا البيانات اللي هو يطلبها منك عدك هنا عنوان اتدفع نقضا وكمان بتروح يعني يتحط وصف كده باسلوبك ولك اتدفع عند تسليم مباشرة يعني انت هتروح تسلم الزبون المنتج وهيبدأ يدفع لك الفلوس دلوقتي تعليمات بتضيف لو انت تعليمات عاوز انت تحطها برحتك خالص هنا بقول لك التفعيل فقط لطرق الشحن بتحدد طريقة الشحن بتقول هنا السعر سابت والشحن مجاني او الاستلام محلي من طرق تانية يعني انت ممكن تحط السعر سابت بتاعك او ممكن تخلي الشحن مجاني او بتخلي الشحن مثلا ليه نسبة بعد كده بتقول له انا قبول الدفع عند الاستلام اذا كان طلب منتج افتراضي ياريت توقفها خالص عشان لو هو بيعمل اعدادات تجربية بلاش اما لو انا ويشتري بجد حاول تفعلها وبعد كده بتعمل هنا حفز التغيرات وبكده انت ضفت جميع طرق الدفع عندك على المتجر بتاعك من خلال وو كوميرس بصراحة الاضافة دي جميلة جدا وكمان فوق هنا بعض البيانات لازم انت تملاها عشان تبدأ تزبط اعدادات المتجر بتاعك وتخلي المتجر بتاعك ده كامل متكامل من طرق الدفع لحد المنتجات رابط الاضافة دي هتلاقيني يسايبها لك في الوصف او التعليقات او حتى اخذ الكلمة من هنا وابحث عليها في الاضافات عندك تحت هنا تضغط على اضافات واضف جديد وزا ما احنا اتفقنا بتضيف الاضافة دي وو كوميرس وما سنساعدك في غروب الفيسبوك لساعدك الرابط في الوصف او التعليقات واشترككم على جديدة ومع السلامة